السلام عليكم خلينا نكمل كلامنا عن الأسئلة الممكن أن تيجي في المقابلات لدخول إلى برنامج دكتوراه أو لإجراء البحث للدكتوراه في مختبر من المختبرات فنيجي على سؤالين جدا مهمين الأول هو How do you describe your relationship with others? بيب هذا خطير ليش with others المقصود فيه هي advisors lab mates other students co-workers أو سؤال ممكن How is your advisor? How do you describe your advisor? What is good bad about him or her? هذا السؤال ليش خطير لأنه إحنا عاطفيين هون مننا ندرب حالنا يعني ممكن الأدفايزر يكون سيء جدا ممكن الأدفايزر يكون demanding ممكن يكون وقح ممكن يكون متجبر متسلط يعني العجب العجب يعني العجب العجب وإحنا بطبيعتنا الإنسان بطبيعته وإحنا يمكن كعرب شعريين وعاطفيين زيادة عن اللزوم ما تنتقدوا أبدا أي شخص بالمرة خصوصا الأدفايزر خصوصا البروغرام اللي انتو فيو الجامعة البلد بشكل عام البلد بكم تمضحوا فيها إحنا في نعيم والحمد لله وإيش مصر إحنا في وضع اقتصادي دائما صعب لكن مع هيك we do well we do the best we can do بنا نطلع على الجانب المضيء المتفائل نحكي على أشياء positives دائما فالبرد ممكن إمكانياتها متواضعة لكن مع هيك we do good research وهادي بلس بي the way أنه انت تكون عندك المواد الأولية لأنه هلأ صار الريسيرش بيعتمد على الكتات جيبك تحط A على B تطلع C كذا بتطلع عندك ريسورتس لكن انك تفهم البيسيك سيينس اللي صار قبل هيك إيش هو A إيش هو B إيش هو C إيش يعني النتائج اللي طلعت لأنه هلأ الكمبيوتر بعملنا لكل إشي أنه انت تعرف البيسيك ماتيريال اللي بتستخدمها بالريسيرش It is a plus لأنه لما يصير في مشكلة وبدأك تعمل ترابل شوتينج انت رح تكون عارف إيش اللي لازم أنه يتسوه لأنك انت عارف البيسيك هلأ فالبلد بدك تمدح فيها الجامعة بدك تمدح فيها إيش أنه صار في تسهيل تأثير للريسيرج تبعك حتى الأشياء الديفيكلتي اللي اللي انت ممكن انك تواجهها كانت pluses كانت advantages لأنه انت تعلمت كيف تتخطاها اللاب mates excellent teamwork good harmony إذا كان ولابد مع أنه لا أحبذ أنه تحكوها there are always some difficult people to deal with but I managed well I managed well we had good harmony in the lab it's a plus you have to say something like this الادفيزر بدك تمدح الادفيزر أنه supportive أنه knowledgeable أنه hardworking person بدك تحكي على أنه demanding لكن بدك تحكي يعني بدك شي negative يعني بدك تحكي he is demanding but it's for the good of the lab عشي بدكم تحكو أشياء أشياء هيك positive دائما والأشياء الnegative تحولوها الpositive أبدا ما تذموا بالأدفيزر تبعكم أبدا ما تقولوا إنه he was a tough person to deal with it was hard to please him he didn't treat us very well هذه الأشياء ما بتنحكى وما بتنذكر وأنا بحكي من تجربة فعلية لأنه يعني في بداية المقابلات كنت أحكي أشياء negative عن الأشخاص لأنا أشتغلت معهم لأنه كانوا مستاهل لكن معا هيك من قبلت في أي مكان أنا زميت فيه أي شخص أنا اشتغلت معه it was always negative لو إيش مصر فهذا السؤال جدا خطير لأنه هيبين علينا من الفيس تبعنا هلا سؤال متعلق كمان اللي هو ليش ما طلع اسمك first author مثلا على أي paper معنى اشتغلت انت هذا project تبعك الآن هون ممكن انك تحكي يعني انه the advisor preferred انه اسمه هو يكون first لأنه he can benefit from it in his promotion مثلا أعطي benefit of the doubt أعطي layout أعطي مهرب ليه هو حب انه يكون first author وما أعطي authorship على هاي paper هيك هم المفروض انه يتفهم لأنه هذا السؤال نسأل لوحدة من الباحثات اللي عندي و يعني هي ارتبكت أكيد ما جهزت حالها نفسيا انه كيف ترد ولكن ردت بطريقة انه it was good answer انه advisor preferred انه هو يكون first author يعني بيّنت انه هو صرق paper منها الانسور تبعهم كان we understand طيب لأنهم عرفين كيف انه في incidents زي هاي بتصير دائما انه يجي advisor يتغول على حقوق ضعيف الطالب الضعيف اللي عنده يعني try to be diplomatic in your answers يعني ممكن انك تكتبهم على ورقة بحيث انه اذا سألوك هذا السؤال على طول انك تطلع عليها وتعرف انك جاء خصوصا تنسو المقابلات في الوقت الحال هي online يعني فممكن يسألوك why did you choose this particular advisor او ليش عملت انت هذا research ما تقول he was the only one available no one else accepted me in his her lab so i went there i was forced in i had no other choice never say that but at all he this person did excellent research at that time the project that he offered me was excellent up to date it would allow me to learn good techniques read tough papers learn a lot اشياء ازائك he had good personality friendly person good communication مع الطلاب تبعونا friendly بحيث انو دائما يسير بيناتنا communication i would learn a lot from him okay مش انو انت you're trying to take advantage of him والله عنده connections منيحة وسهل امور لا يعني انو انو انت بدك تتعلم منه عنده اشياء positives دائما mention the positives اللي ممكن انك تستفيد منها وتتعلم منها وتحسن من قدراتك ومن حالك هلا نيجي على السؤال الخطير الثاني what was your role in paper x what did you do ليش كان اسمك على هذي paper هون you really have to be ready لانو في واحدة من المقابلات لباحث سؤل هذا السؤال وما عرف سألوه عن هاي ال paper وما عرف اخذوه بعدين يعني eventually لانو في اشياء صلحت على اشياء لكن انو ما تعرف ال paper اللي اسمك طلع عليها عن ايش بتحكي هذي مشكلة معناته انو انو مش لازم تطلع لهاي ال paper انو اسمك انحط هيك فلازم انك تكون عارفة details لازم باستبعت بحث انو لو سألوك انك تجاوب انك عملت هذا التكنيك وهي ال experiment احكاية انو انو انت بس عملت editing حيقولولك نحن انحط تحكي انو انت من هناك ابدا امدحة ابدا ماتوان اواني ماشينا حالنا وخلصنا هذه الانجاج الانجاج بدنا نتخلص منها دائما اتشارك المكو информاتي ويقاب يلي رغمها ممكن تعب علي ائشياء التي عادتها يعني مثلا انك تتحدث ان اقرأ بتجلح تحكي عن الحالة وكيف انت واجهت بنجاح فهذه الأشياء يعني again بدك تتكلم عنها ممكن يسألكك انه what was difficult about it what was fun about it okay what was interesting about it تذكر انه الفاشال اكسبرشن سبعتك راح تبين مصبوط how did you solve any problem that you faced in your research وقد تحكي انه حكيت مع زملائي وكان يعني we posed several questions we had different solutions I implemented some of them and finally one of them worked ممكن يسألكك سوائي details انه ايش هي هذا السلوشن طيب هلا سيسألك انه what are your plans after getting a PhD again هون بدنا تكون عندك clear idea انت ايش اللي بدك ايا هلا it's not a goal انك تحكي انا بدي اروح الى اميركا واضعني هناك that's not a goal بدك تحكي انه بدك تروح الى مثلا academic institution او بدك تروح الى على institution معين مثلا ممكن تحكي ما تحكي انك بدك تروح الى biotech company لانه بالاكاديميا ما بنظره نظرة ايجابية ناحية ال biotech companies لانه هادولي for profit only طيب ما بدك تروح انه انه انت يعني you seek money for example بدك تحكي مثلا تكون independent researcher او انه بدك تكون جزء من team كبير بشتغل على شغلة معينة او بدك تروح الى مركز معين بالاسم او تحكي مثلا مركز كبير بشتغل بالجينوميكس مثلا زي كذا وكذا يحكي ممكن تحكي اسماء رنانة طيب تحكي اسماء رنانة ما تحكي اشياء عاطفية اشياء فانتاسي انه انت بدك تعمل يلون سنتر for stem cells او treatment for alzheimer's او you want to discover a new drug ابدا never say that ممكن انك تيجي تحكي انه انت you want to contribute للريسيرش تبع alzheimer's مثلا تبع parkinson's cancer cardiac disease بدك تعمل contribution لانه ما في حدا بيعمل كل اشي الحاله بدك تحكي انه انت بدك تعمل contribution لا اشي معين بدك تشغل في field معين بدك تروح الاكديمية ممكن اسألك طب ترجع على your own country your own nation your own homeland for example your home you want to go back home you can say you can say it's always an option it depends on the opportunity it depends on if i can contribute possibly to science in this field my options are all open ما تعطي definite answer انه انت بدك تعمل هيك اعطي لحالك هيك flexibility اذا بتحكي يعني remember انت ما بتعرف الشخص اذا حكيت لو انا بدك تعمل في امريكا او بدك اضاني بالمانيا انجلترا it can be positive لانه اعلموك وابضليتك عندهم وممكن يكون negative انه انت بدك تهرب من المكان اللي انت فيه لو حكيت لا بدي ارجع انا على ال home land ممكن تكون positive عندهم او يكونوا careless على الموضوع وممكن يكونوا يحكو اه هذا بدي ياخد العلم ويرجع يهرب لا احنا بدنا اعنا احنا ما بدنا واحد يعني يستغلنا فما بتعرف الشخص اللي قدامك ايش هي الفكرة تابعته عن ال answer تابعك فما تخلي ال answer تابعك انه definite اوك حاول انه يكون flexible هيسألك why did you choose our program هلا بدك تمدح ال program تابعهم انه flexible ال coursework ممتاز ال group of scientists اللي بيشتغلوا فيه variety ال expertise اللي موجود عندهم سواء بفيلد معين ممكن تحكي انه انت مهتم ب research معين بتكلم على disease معين وفيه ثلاثة اربعة اشخاص بيشتغلوا عليه فانت عندك options عندك flexibility بتقدر انك تروح يعني انك تروح اي واحد من هدول الاربعة وممكن بنا صورات انه انه انت اذا هو جاهد مشكلة بال research تبعك في عندك حدا اللي ممكن انه يساعدك عندك experts امدح اشخاص موجودين في ال program افلان افلان انت طلعت على papers تبعتهم بالاشياء اللي انت قرعتها بال research اللي هم بيعملوا اوكي فممكن انك ال research facility اللي موجودة عندهم facility ممتازة ال imaging facility اللي عندهم microscopy instruments اللي عندهم رائعة confocal fluorescent واشياء كتير genomics facility اللي موجودة عندهم up to date و versatile كلمة versatile حلوة ممكن تستخدمها ففيها again تستخدم اجهزة كتير هلا عادة في program ممكن يكون فيه sub programs فبتلاقي مثلا cancer biology program فيه tumor biology program tumor metastasis program tumor imaging program فيه اشخاص بكل section بكل program فهادي كمان انه اشي positive اطلع على الاشياء positive بالجامعة او ال program ممكن تتككين كمان عن ال city ان اذا كانت الجامعة في مدينة صغيرة تتكي في مدينة صغيرة اذا كانت الجامعة في مدينة كبيرة مثل cosmopolitan نيويورك مثلا تتكي الدكتور المدينة صغيرة في مدينة صغيرة كمانة صغيرة كمانة صغيرة كمانة صغيرة ان تتكي انه فيه صحيحة فيه ميزيوم فيه ميزيوم ممكن انك تشوفهم الكلتر يعني انك ماشي تقعد في اللاب من 8 صباح 12 بالليل فيه ميزيوم مهمة ورح يطلعونها تحكي عن الانورميون مثلا انك تحب تحكي فيه ميزيوم تحكي انه فيه ريفرز مثلا فيه بحر فيه محيط غابات وهو امدح المكان اللي انت رايح الليله الان اخر سؤال حينسؤلوك هل اليسان انصال اكما اكذا لا أصدر مني اكذا لا تقول هذا أول شيء لأن هذا هو حقك يجب أن تعرف عنهم ثاني المعنى هو أنه أنت لم تفكر فيهم يمكن أن تسألهم عن How many students do you accept? How many rotations do I have to do? بأول سنة تعمل تعمل روتاشن بأكثر من lab ثم تختار واحد منهم أول واحد يعني لسنة تانية وتضلك معه ما تقولهم If I don't do well ممكن أن أغير No never فتحكي how many labs will I have to rotate in the first year ممكن تحكي مثلا how can you manage how can you manage the coursework في السنة التانية أو في السنة الأولى ما بين lab rotations أو ما بين الكورس إذا أنت إسألهم إذا أنت تستخدم جهاز والجهاز ليس موجود في الجامعة هل هناك جامعات أخرى أو هل هناك جامعات أخرى أو هل هناك جامعات جنبية ممكن أن تعمل تستخدم الجهاز عندهم فكر بأسئلة عن البروغرام الذي أنت رأي حاله ممكن أيضا أن تسألهم عن السكن هل هذا حقك؟ أسألهم عن السكن أين الطلبة في العادة؟ بسكنوا؟ جمع الجامعة؟ أم بعيد عن الجامعة؟ طب سيارة كيف يذهب إلى الجامعة؟ في السكن يستخدمون البسكرتات بالبعض يجب أن يكون لدي سيارة؟ طب سيارة 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 أيضا أن تسألهم على الاجتماعات للجامعة مثلا في مترو في مدينة طب كثير ممتاز سيارة 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 الشابينغ ضيب اسألهم يعني جيبوا أسئلة اللي ممكن تساعدكم يعطوكم إجابات ترتحولها اسألوا عن السيستم أيضا وأتوقع أنه هدية و الله معاكم وبتوفيه إن شاء الله إذا في أسئلة أنا ما غطيتها أكتبوها بالتعليقات إذا في إجابات أخرى للأسئلة اللي أنا طرحتها برضو أذكروها لو سمحتوا و الله معاكم بالتوفيه إن شاء الله